رأى سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس المجلس الأعلى لتطوير التعليم والتدريب حفلة تخرج الثاني لكلية البحرين التقنية بولي تيكنيك البحرين الذي أقيمه في قاعة الشيخ عبد العزيز بن محمد آل خليفة بمقر جامعة البحرين في الاسخيرة وذلك بحضور عدد من أصحاب السعادة الوزراء والنواب وكبار المسؤولين في المملكة وفي تصريح لسموه بهذه المناسبة أعرب فيه عن شكره وتقديره لكل القائمين على هذه الكلية التقنية التي هي نتاج مشروع تطوير التعليم والتدريب وإحدى أهم مبادراته الهدف إلى إعداد وتأهيل وتدريب جيل من الخرجين بقدر عال من المهنية بما يمكنهم من ريادة الأعمال والمنافسة في شغل فرص العمل المختلفة في كافة المجالات وقال سموه أن ثمار هذه الكلية التقنية الفتية التي جنيناها العام الماضي أثبتت أننا نسير في الاتجاه الصحيح فمعظم البحرينيين تم استقطابهم في سوق العمل وحصلوا على فرص عمل مجزئة ونحن اليوم نرفض سوق العمل بمجموعة أخرى تم تأهيلها وتجهيزها بمهارات تمكنهم من التعامل مع ابتكارات وتقنيات العصر الجديدة والمتطورة التي من شأنها أن تفتح لهم آفاقا جديدة تحقق المزيد من النمو والتقدم والازدهار في اقتصادنا الوطني وأضاف سموه لدى لقائه لقد جاءت مبادرة تطوير التعليم والتدريب بإنشاء كلية البحرين التقنية ضمن رؤية واضحة تؤكد على أنها تمتاز هذه الكلية بأعلى المعايير الدولية للجودة في برامجها التدريبية وأن تعمل على غرس مفاهيم وسلوكيات العمل وتعزيز الانتماء للمجتمع الوطني في نفوس طلبتها من أجل زيادة مساهمتهم البناء في التنمية الاقتصادية بمملكة البحرين وانسجاما مع التوجه الذي تنتهجه الدول المتقدمة في التركيز على العلوم التطبيقية لما لها من أهمية في رفض سوق العمل بالمهارات اللازمة وسعيها الحثيث من أجل تعزيز وتطوير قطاع التعليم التقني والتطبيقي حيث بدأت العديد من الدول ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على وجه الخصوص بزيادة الاهتمام بهذا القطاع والتوسع في إنشاء الكليات التقنية والتطبيقية معبرا سموه عن شكره وتقديره للهيئتين الأكاديمية والإدارية والرئاسة التنفيذية في كلية البحرين التقنية على جهودهم وإعطائهم وعطائهم ولرئيس وأعضاء مجلس الأمناء الذي قدموا الجهد والوقت من أجل أن تحقق الكلية أهدافها مهنئا الخرجين وذويهم ومتمنيا لهم التوفيق والنجاح في تحقيق ما يصبون إليه بعد ذلك ألقى سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيم وزير التربية والتعليم كلمة شكر فيها سمو الشيخ محمد بن مبارك الخليفة على تفضله برعاية حفل التخرج ثم تطرق لأهمية التعليم الفتي والمهني في خدمة الاقتصاد الوطني مشيدا بنجاح مشروع إنشاء كلية البحرين التقنية بولي تيكنيك البحرين وبالأهداف التي أنشئت من أجلها وأهميتها ككيان ضمن منظومة التعليم في مملكة البحرين مبينا عددا من أبرز إنجازات البولي تيكنيك منذ عام 2012 موضحا مساهماتها في رفض سوق العمل بالكفاءات الماهرة في دعم الناتج البحثي لمملكة البحرين وإبراز أسهم المملكة في العديد في المحافل الدولية والمسابقات العالمية داعيا أولياء الأمور لحث أبنائهم وبناتهم على الالتحاق بالتعليم التطبيقي لما له من أهمية في عالم الغد ثم قدم المتحدث الرئيسي في الحفل الرئيس التنفيذي لجامعة بولتون بالمملكة المتحدة البروفيسور جورج هولمز كلمة تناولت أهمية التعليم التطبيقي ودوره في دعم اقتصاديات الدول عبر مدها سوق العمل بالأيد الماهرة والقادرة على إحداث الفرق في مجالات تخصصها مقدما عددا من الأمثلة من عالم اليوم داعيا إلى دعم التعليم التطبيقي والتوسع فيه والتشجيع عليه مؤكدا على تجارب الدول المتقدمة في هذا المجال والتي برزت نتائجها بشكل إيجابي على الاقتصاد بعد ذلك قدم القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لبولي تيكنيك البحرين الدكتور محمد إبراهيم العسيري كلمة تطرق فيها إلى أهم إنجازات البولي تيكنيك خلال العام الماضي واستعرضا نتائج المشرفة لتقييم الهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب ونتائج التقييم الخارجي قد ضم حفل التخرج الثاني لبولي تيكنيك البحرين 649 خريجا وخريجة في تخصصات متنوعة بعضها يمتاز بالازدواجية في التخصص كما بلغ عدد الحاصلين على الامتياز وشهدات التمييز 42 خريجا وخريجا ترجمة نانسي قنقر